موسيقى السلام عليكم نشرة اخبار الاقتصاد من الميادين الى العنوين موسيقى معرض دبي للطيران مبيعات قياسية تتجاوز 150 مليار دولار في يوم واحد موسيقى البنك الدولي ينشئ صندوقا لدعم اغاثة اللاجئين السوريين في لبنان موسيقى وفي النشرة ايضا من غزة مواطنو غزة يستخدمون بقايا الزيتون مصدرا جديدا للطاق موسيقى اهلا بكم اكثر من 150 مليار دولار قيمة الصفقات الجديدة التي ابرمتها شركات الطيران الخليجية في معرض دبي للطيران صفقات تكشف عن ازدهار متنامن لشركات الطيران الخليجية في ظل ازمة السيول التي تعانيها شركات طيران اوروبية كثيرة هذه طائرة الامريكية من طراز بوينغ تريبل سيفن اصبحت الان اماراتية وهذه الطائرة التي انتجتها ايرباس الاوروبية اصبحت قطرية فتحول في ميزان القوى في قطاع الطيران جعل شركات الخليجية على رأس قائمة المشترين لطائرات المدنية ما زاد من اهمية هذه الشركات بالنسبة الى اكبر منتجين للطائرات ايرباس وبوينغ يسعدني ان اعلن ان الامارات ستشتري 150 طائرة بوينغ تريبل سيفن ب76 مليار دولار و50 طائرة ايرباس من طراز اي 380 وهي اكبر طائرة ركاب في العالم في صفقة قيمتها 23 مليار دولار هذه العملية ستساعد الامارات على تلبية احتياجاتها شركات طيران الخليجية وعلى رأسها الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية ابرمت صفقات تزيد قيمتها الاجمالية على 150 مليار دولار في اول ايام معرض دبي لطيران المعرض الذي يمتد على مساحة 645 ألف متر مربع والذي يعد اكبر معرض لطيران في الشرق الاوسط الاقبال على الطائرة تريبل سيفن اكس كان مذهلا وقيمة الاتفاقات المبرمة مع شركتنا تقارب المائة مليار دولار ما يجعلها من اكبر الصفقات المبرمة في تاريخ قطاع الطيران التجاري ومع اتفاق بوينغ ايضا على بيع 30 طائرة من طائرة دريم لاينر لشركة الاتحاد للطيران وبيع ما يزيد على 100 لشركة فلاي دوباي لطيران المنخفض التكلفة تبدو الشركة الامريكية في طريقها للتفوق على ايرباس في سباقهما على طلبيات في معرض دبي لكن ايرباس اعتادت ان تفاجئ الاسواق بصفقات كبيرة وغير متوقعة وقد تحمل الايام الباقية للمعرض مفاجآت من هذا النوع توصلت شركة ايرباس للطيران الى اتفاق جديد لتوسيع نطاق اتفاقية الشراكة مع صندوق الاستثمار في ابو ظبي المعنى بتطوير اقتصاد الامارات الخليجية الاتفاق الجديد ابرم خلال معرض دبي للطيران ويقضي بانتاج المزيد من المكونات والاجزاء المعدنية للطائرات في الامارات وبتوريد مواد دخام بقيمة مليارين ونصف مليار دولار دوما مع علم الطيران الطيران القطري يسير رحلات داخلية في السعودية للمرة الاولى اكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قال ان الشركة ستطلق رحلات داخلية في السعودية بدءا من منتصف العام المقبل الناقلة المحلية السعودية ستحمل اسم المهة وستبدأ بالمدن الكبيرة في المملكة ومنها الرياض وجدة ثم تنتقل الى المدن الصغرى واصبحت الخطوط القطرية وطيران الخليج النقلة الوطنية للبحرين اول شركتين طيران تحصلان على ترخيص لتسيير رحلات داخلية في السعودية في اعقاب فتح المملكة سوقها في كنون الاول دسمبر الباضي ازمة لبنان الاقتصادية امام فصول جديدة واذا كان اللاجئون السوريون يثقلون كاهل المرافق العامة للبلاد فان الازمة السورية بتداعيتها قد تكون اكبر تأثيرا على مجمل القطاعات اللبنانية البنك الدولي قدر اعباء استضافة اللاجئين على الحكومة اللبنانية بنحو مليارين وستمائة مليون دولار وهو يعتزم انشاء صندوق لمساعدة البلاد يجري الان انشاء الصندوق ويتوقع ان يبدأ العمل خلال اربعة الى ستة اسابيع نحن نتحدث عن ما بين ثلاثمائة الى اربعمائة مليون دولار نخاطب المانحين في الوقت الراهن وعقدنا معهم عددا من الاجتماعات احدها عقد يوم الجمعة الماضي وبدأنا نشعر ببعض الحركة وسنرى كم من الاموال سيحصل عليها لبنان ويقول البنك الدولي ان مبادرته ترمي الى جمع التبرعات للانفاق على اولويات يتعلق معظمها بقضية اللاجئين والازمة السورية معنيون بالشأن الاقتصادي في لبنان يغمزون من قناة المساعدات الاجنبية للاجئين كباب لتوظيفات تجارية بعدما توسعت دائرة الاستهلاك ومعها عملية الاستيراد وضخ الاموال لكنها تبقى في قطاعات محدودة ومعزولة عن الاقتصاد الوطني وعلى مستوى القطاع العام فان البناء التحتية التي تعجز عن تلبية احتياجات المواطنين باتت امام ضغوط اضافية تتمثل في خدمة مواطنين جدد يعادل عددهم اكثر من خمس السكان الاصليين كما تشير تقارير البنك الدولي وفي الظل الحديث عن ازمة اللاجئين السوريين تغيب عن خطة البنك الدولي مواجهة الانعكاسات الخطيرة للحرب في سوريا وتأثيرها على بنية الاقتصاد اللبناني وعزله عن بعده العربي وفق تجمع المصارف الفرنسية والعربية اوباف على الافراج عن اموال حكومية سورية ستخصص لشراء الغذاء بعدما احتجزت في الاعوام السابقة رغم قرار الاتحاد الاوروبي عدم تجميد الاموال المستخدمة في تأمين الدواء والغذاء وادت العقوبات الاوروبية المفروضة على سوريا في الاعوام الماضية الى عز الحكومة السورية عن تأمين مزوط للتدفئة للمواطنين حيث توالت فنزولا وايران تصدير المشتقة الى سوريا لتأمين حاجات المواطنين تراجعت البطالة في تونس بنسبة اثنين بالالف لتلامس ستة عشر في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي حسب ما اعلن المعهد الوطني للحصاء التراجع الطفيف لم يخفض عدد الشبان العاطلين من العمل حيث بقي بحدود ستمائة وعشرين الف تونسي دون وظائف منهم مئتان واربعة وثمانون الف حامل شهادة بمعدل يصل الى ثلاثة وثلاثين في المائة من العاطلين من العمل تعهدت ايران ضخ خمسة وعشرين مليون متر مكعب من الغاز يوميا لمحطات المنصورية الصدر والقدس الكهربائية الغازية العراقية مطلع العام المقبل بعدما اكمل الجانب العراقي انبوب الغاز الخاص بتجهيز المحطات داخل اراضيه وزير الكهرباء العراقي عبد الكريم الجميل اكد ان المشروع سيوفر الغاز الطبيعي لتشغيل عدد من المحطات حيث تكفي هذه الكمية لتوليد طاقة قدرها الفاني وخمسمائة ميجاوات اتفاق بقيمة نصف مليار دولار لبناء اكبر مشروع تكسير نفطة في العالم وقعته شركة كربون المصرية مع جنرال الالكتريك حيث يقام المشروع في مجمع بيترو كيميويات على خليج السويس وتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع اربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار ويستغلغ الانتهاء منه نحو خمسين شهرا يبدأ العمل في المشروع خلال العام المقبل مع انتهاء ابرام العقود مع الشركات المنفذة بعدما كان يعد من الفضلات التي يجري التخلص منها لجأ الغزاويون لاستعمال عجم الزيتون او ما يعرف بالجفت وهي مخلفات زيت الزيتون في توليد الطاقة من خلال احراقه وتشغيل مكينات المخابز والمحامد احمد شلدان سقطت اخر حبات الزيتون لهذا الموسم فبدأ الغزيون رحلة اخرى لاستغلال هذه الثمارة على اكمل وجه فالزيت لم يعد المستخرج الوحيد منها بعدما وجدت معصرة ابو اسكندر طريقة لاستخدام عجم الزيتون او ما يعرف بالجفت وهي المخلفات في مجالات عدة جفت هذا احنا عملنا طريقة بدائية بحيث بنفصل الشوائب عن النواة بناخذ النواة فقط اللي هي الخشب او العجم تبعة الزيتون وهذا الجفت بيستخدم في تسخين الماء للمعصرة من هذا الباب فكرنا في استخدام الجفت هذا يعني كبديل عن السولار صحيح ان المعابر والانفاق قد اغلقت لكن عقول الغزيين ازدادت تفتحا بحثا عن الحلول فهذا العجم وبطريقة خاصة يتم فصله عن باقي المكونات ليستخرج اكثر من 500 طن منه سنويا فيحرق من خلال ضخ الهواء ليبقى مشتعلا ويولد الطاقة اللازمة لتشغيل الماكينات الحوض هذا بنضع عجم الزيتون عن طريق حلزون من داخل الجفت بيدفعه هواي تم توليع الفرن بالكامل ثم نضع البزر في المحمص سانع لمدة نص ساعة ملح ومنطالع اكثر من طن ونصف الطن يتم استهلاكه يوميا من العجم في تشغيل هذا المخبز ومحمص المكسرات كبديل عن السولار الطاقة التي يولدها من اشتعال النار فيه جعلته البديل الانسب في ظل ظروف الحصار المشدد ما يصنف من الفضلات خارج غزة اصبح لا يقدر بثمن داخلها فقلة الامكانات والحصار الخانق جعلان لكل شيء ثمن فهنا اضاءة شمعة خير من لعن الحصار احمد شلدان غزة الميادين وقعت شركة سكك الحديد الفرنسية اتفاق شراكة مع نظراتها الاسرائيلية لتحديث خطوط السكك الاسرائيلية وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرسو أولوند الاراضي المحتلة ويسمح الاتفاق لشركة خطوط السكك الحديد الاسرائيلية بتحقيق هدفها بنقل 70 مليون راكب عام 2020 مقابل 12 مليون عام 2000 قال ايريك روزنجورن رئيس مجلس الاحتياطي في بوستن في الولايات المتحدة ان نسب رؤوس الاموال في البنوك ارتفعت وان انشطة الاقراض المصرفي قوية جدا وذكر روزنجورن ان بلاده تشهد تحسنا في نسب رأس المال واقراضا مصرفيا مزدهرا ولسيما للقطاعات التجارية والصناعية والقطاع الاستهلاكي وهو ما يدخل ضمن سياسة امريكا النقدية ما زالت ازمة التنصف الامريكي على هاتف انجلا ماركل تتفاعل المستشارة الالمانية اعلنت ان العلاقات بين البلدين لا تزال جيدة بالرغم من التجسس الذي تعرضت له لكنها رأت ان محادثات التجارة بين البلدين باتت امام اختبار حقيقي العلاقات الاطلسية والمفاوضات من اجل اتفاقية تجارة حرة اطلسية هما بدون شك تخضع عن الاختبار بسبب التنصف وجمع المعلومات الامريكي ويجب ان اكون واضحة انه يفترض بناء الثقة للمستقبل هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية الميدين دوتنات للمزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة